يحط بصمته على فرقة النادي الاهلي ميستر ميسماني أنا شايف اللي هو يعني أنا عايزين نشوف أفشة قبل ميستر ميسماني وأفشة بعد ميستر ميسماني الرجل واضح عليه اللي هو أثر فيه كتير جداً أثر في شخصيته أفشة أداءه في الملعب تغير بشكل كبير جداً مع ميستر ميسماني بقى عنصر مهم جداً جداً في نجاح وشكل النادي الأهلي مع ميستر ميسماني بقى هو أفشة فدي بصمة للمدير الفني قدر يعملها وقدر يطور من أداء لعيب كان مع ميستر فيلر أفشة كان بلعب بس ما كانش الليل يعني ما كنت نحس بأهمية أفشة أو دور أفشة الكبير جداً مع النادي الأهلي في وجود ميستر فيلر على عكس ميستر ميسماني فدي تتحسب لميستر ميسماني أتمنى ميستر ميسماني يشتغل في الفترة الجاية كمان مع طاهر يعني طاهر أنا محتاج طاهر يتطور شوية على الفينيش بتاعه طاهر اللي انت شفته مع الأهلي في أول موسم كم في المية من إمكانيات طاهر لأ لس كام يعني ديله كام 50 50 لأ قديله 50 لأن أنا طاهر أنا وصل في إمكانياته جداً يمكن طاهر يمكن أنا هختلف مع الناس في شكل كبير طاهر في ماتش الإسماعيلي في ناس كثيرة طهر تنتقد الطاهر وأداء طاهر بقول المناسبة استفتاء الإسماعيلي لو أنا مش غلطان استفتاء جمهوري الأهلي في السادسة يعني على أفضل ثلاث لعبين أعتقد طاهر واخد دمرة من أفضل الأوقات اللي يبقى طاهر يعني لو نص ساعة نص ساعة طاهر لو كمل على كده مع النادي الأهلي أيه هيبقى في يعني هيبقى من نجوم النادي الأهلي فعلاً للناس هتشيلهم على رأس لأن طاهر عمل كان فيها نص ساعة فيها سرعة فيها قوة فيها تحرك من غير كورة فيها صناعة الأهداف كان بيعمل كل حاجة إلا التوفيق ما كانش معاه عشان الفينيش بتاعه فهو محتاج يركز شوية في الفينيش على الجون شفنا ماتش المصر الأخير بيكمل إزاي بدأ يكمل يعني تواجده في المنطقة دي في الجونة التانية وورا صلاح محسن كان تواجد بشكل يعني كويس جداً يحط الكرة بدماؤه بشكل كويس جداً ده اللي أنا عايزه من طاهر هو الإسماعيلي فعلاً طاهر اختيار الجمهور طاهر تاني أفضل لعب الأهلي لأنه كان يستحق لأنه هو ده طاهر أنا كجمهور أنا كأهاب عايزه ولأنه أنا كأهاب عايزه من طاهر لأنه طاهر عنده الإمكانية عنده السرعة عنده القوة عنده المهارة عنده الإمكانات دي ما تبخلش على نفسك ما تبخلش على نفسك ما تبخلش على جمهور النادي الأهلي أنت عندك إمكانات كبيرة جداً 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 تؤهلك اللي أنت تبقى عنصر أساسي في منتخب مصر أنا ما بجملش طاهر أو بكبر في يعني بحاول أجمل شكل طاهر لا طاهر يستحق طاهر عنده الإمكانية لازم أجد ده أنا كألعيب أجد طموحي حسين الشحاة. بس انت بستنى المدير الفني يعني طاهر كمان بتهيألي من اللعيبة اللي بيميزه الفكرة بتاع دماغه. فيه لعيبة استنى من الجهاز فني انه ممكن يشتغل عليها وهو اللي يطور اداءها ومستقرها. بس فيه لعيبة تانية بتخلق يعني المجال على جهزة محمد صلاح مثلا. محمد صلاح لو لو استنى الجهاز اجهزة الفنية وانت بكم على الاجهزة فنية بحاجة مثلا مورينيو واحد من اشهر المدير الفنيين في العالم. كان ممكن لو استنى ده ما كانش بقى النهاردة محمد صلاح. كان ممكن اتكسر مثلا. بس هو اتكلم عن دوري سفاليتي مثلا في حياته. انا فاهم. بس اصلا اقول هو هو بنفسه لازم يساعد نفسه. انا عنده الرغبة في ان هو ما يقفش او ما يكسلش. لا طبعا اللعيب. وصل انه يلعب في تشيلسي مثلا الانجليزي وبتحت قائدات مورينيو. ممكن تعطيله زي دي. ضربة زي دي. اتخليه ما يكملش المشواء. وعندنا جدد دوافع وجدد طموحه تاني وراح وما نندمش على الخطوة اللي هو في ناس كتيرة كانت يعني كانت مستصعبة خطوة فيورنتينا مثلا اللي هو مش هيترجعه تاني. بس الاصرار بتاع صلاح والتحدي اللي هو خلقه جواه هو اللي رجعه تاني. نفس الكلام انا عايز اتكلم على حسين الشحات دلوقتي. حسين لازم يبقى يعني ايه? جعان. جعان كورة. لسه انا ما وصلتش للي انا عايزه. لازم انا عندي اكتر من كده. يعني هو التشبيه صعب شوية بس هو انا عايز ما وصلتش للحد الاقصى بتاعي. السقف بتاع اه لسه لسه عندي. لسه عندي كتير. انا حسين الشحات عندي اكتر من كده. حسين دلوقتي احنا بنشوفه بيجيب اجوال ازاي? بيعمل اجوال بشكل كبير جدا. ليه دور كبير جدا في الناحية الهجومية للنادي الاهلي. لازم حسين لازم يجدد الدوفة بتاع. هو النص التاني من الموسم الحقيقة. يعني دايما احنا الترمومتر بتاع الجمهور ده بالنسبة لنا من قياس. واحنا جمهور اهلي ما شاء الله يعني يعني الجمهور تعتمد عليه في تقييمه. فيه تلات لعيبة تلعوا بسرعة صاروخ. يعني ما كانوش موجودين في الاستفتاءات او في الاختيارات او في تقييم الجمهور في بداية السيزن. لكن من نص السيزن اتدوا يخشوا في القايمة ويتقدموا فيها بسرعة كبيرة جدا. اولهم اكرم. اكرم توفيق جي من من بعيد جدا. عشان يبقى نمر خمسة على مستوى الترتيب العام. لان اكرم بيلعب بروح النادي الاهلي. الناس شايفة فيه. يعني روح النادي الاهلي كلها مقرسة او موجودة في اكرم توفيق. صحيح. لعيب عنده روح عنده قلب عنده غيرة على التشارطة بتاع النادي الاهلي. حطه في ناحية اليمين بيلعب في نص الملعب بيقدي بشكل كبير جدا. فعشان كده الناس بتدي له حق. تانيهم وتالتهم. الشحات والكهرباء. كهرباء من الناس من المكاسب اللي حصلت في الفترة اللي هي بتاعة الأولمبياد. او الفترة المتشاط اللي فاتت. لان كهرباء بدأ يستعيد جزء كبير جدا من المستوى الفني والبدني. يعني انا ليهمني البدني. لان كهرباء بدأ الفترة اللي فاتت. احس اللي كهرباء وايف على رجله. فنيا وبدنيا. فهو لما يكون وايف على رجله بدنيا هيقدي فنيا. كهرباء معدل التهديف بتاعه مع مع معدلات اللي بتاعته اعتقد كويس جدا. عنده سبعة وتمان اهداف المسلم ده الحد دلوقتي. بيقدي بشكل كويس المتشاط اللي الفاتت. فيك اكثر من مرة جمهور النادي الاهلي بيشيد بيه وبيديله رجل المباراة. لان هو. لان هو يستحق. بيضغط بيتحرك. بصناعة اهداف. لأ كان بيقدي بشكل كبير جدا. من المكاسب اللي حصلت فترة اللي فاتت. هي عودة كهرباء لجزء كبير جدا من مستوى. لسه عنده طبعا كتير جدا. كهرباء اللي انا عارفينه عنده اكتر من كده. نادي الاهلي او جمهور نادي الاهلي بيقول على كهرباء اكتر من كده بكتير جدا. في اسماء في سكواد الاهلي شايف انها لو تم اعادة توظيفها او لو تم تغيير مكانها تدي او تنور بشكل اكبر? لا هو يعني احنا انا انا واحد من الناس بتمنى عودة محمد محمود مسر. اه. يعني اتمنى اه ناصر ماهر ياخد فرصة حتى لو هو على وشك الرحيل بس ناصر كان يستحق فرصة. ناصر من اللعيبة اللي هي كانت ممكن تريح افشة في اوات كتير او. في مطشاط كنت ممكن تدي الناصر ماهر على اساس اريح افشة لان افشة يعني يعني بصراحة تاعي بالفترة اللي فاتت. اللعبت الاهلي كلها تاعبت. انا معاك. بس افشة العنصر الاساسي في الفرقة. فيه السلية تاعب جدا برضو بيقدي بشكل كبير جدا. لا غنى عن نفس الملعب. انا نفسي محمود متولي يرجع. نفسي محمد محمود. نفسي اشوف محمود وحيد بشكل. المحمود وحيد برضو من من الحاجات الكويسة اللي انا شوفتها الفترة اللي فاتت. الفترات اللي كان بياخدها محمود وحيد كان بيقدي بشكل كويس. كان عنده روح كان عنده كان بيهاجم بشكل كويس. انا شايف اللي محمود وحيد برضو كان يستحق ياخد فرصة الفترة اللي فاتت. كنت ممكن ادي اريحية لعالي معلول لان عالي معلول برضو. رجع من اصابة وخد مطشاط كتير. في حمل وفي ضغط على لعبة النادي الاهلي كان ممكن فيه مطشط اقدر اعمل بشكل يعني هو بمناسبة الضغط والاجهد واوي الاخر يعني اذا كنت انت كندي اهلي داخل السيزن اللي جاي بهذا الكمل كبير جدا من البطولات فيه وقت فيه التزامات على منتخباتك منتخب الوطني فيه اكتر من مناسبة يعني قلنا تصفيات كاس عالة قلنا اه انا حسبناها دلوقتي احنا نتكلم اهنا فيه مطشنف تسع مظبوط وفيه النادي الاهلي عنده اه وفيه النادي الاهلي عنده كاس مصر والسوبر افريكي في شهر تسع واسوبر مصر كمان احتمالي يبقى في تسع هيرجع على شهر عشر عنده مطشط على بطولة شهر عشر دول تمهيدي في بطولة افريقيا وتصفيات كاس عالم برضو وتصفيات كاس عالم وهيرجع تاني يعني وهعتقد انه يعني هيبقى بداية موسم جديد بقى انا مش عارف شكله مع المحاديش محدش برضو عندك في 12 كاسر عالم في توكيو في اليابان وفي نفس الوقت منتخب مصر عنده كاسر عرب في كتر بس اعتقد ان المناسبتين دول تحديدا في تعارض بينهم في المواعيد يعني البطولتين دول غالبا هيبقوا في نفس التوقيت دي مشكلة برضو ما اعتقدش انها مشكلة لان منتخب مصر البطولة الاهم بالنسبة لبطولة الامم الافريقية وكده كده البطولة اعتقد بالمحليين كمان بطولة كاسر عرب بس اكيد يعني انا لو بتكلم على منتخب محليين هيبقى قاوم الاساسي بالندي الاهل ما هو حتى لو مش محليين هو منتخب مصر الاساسي بالمحترفين اغلبهم الاهلي اغلبه هيبقى على الاقل سبع ست من ست السبع على اللعيبة هيكونوا متواجدين في المنتخب مصر من ندي الاهلي فانت بتتكلم برضو على فرقة نخش في فرقتين بقى يعني افتحوا لنا القايمة خمسين لعب عشان لا تبقى صعب جدا لا صعب جدا ضغط ضغط وبعد كده داخل على شهر واحد زي قلنا امم افريكي بعد كده بعدها بشوية كاس العالم في قطر يعني لو ربنا اكرم ومنتخب مصر ووزر وشهر دوري ابطال ودوري ابطال افريكي شغال ده كله فصعب فيه يعني اللعيبة هتبقى ايه الاقرب من وجهة نظر يعني انت لو النهاردة بنسمع رأيك في مسألة الموسم الحافل بالالتزامات ده تعمل يعني نلغي دوري ونعمل دوري مجموعتين هو للأسف هو يعني لازم يكون في حل والحل لو في دوري مجموعتين لا كل نسبة تقول في حل لكابتن لا دوري مجموعتين انا اتصلا انا جربتهم مسيبين واربعات هو مش الحل الامثل واللي هو هيخلي فيه تنافس او يخلي فيه روح ومتع في الدوري او في البطولة عمتا بس هو الحل الاوفر حظا اعتقد الفترة اللي جاية لان الوقت مافيش وقت مافيش وقت واحنا الاسف لحد دلوقتي برضو اوفر من دوري الدور الواحد ممكن ممكن يعني الدوري الدور الواحد برضو يعني الموشطة تبقى في ملعب محايدة فيه ناس هتتظلم قرع بقى فيه حاجات فيه لغبطة يعني احنا دلوقتي مش عارفين احنا دلوقتي مش عارفين نحدد او ايه المستقبل للكورة المصرية الدوري السنة الجاية فيه اندف الدرجات الادنى بتستعد من دلوقتي طب هي عارفة هو ده كم مفاجأة؟ يعني انه مصر هتشارك في القولة مواكول ده معروف وانه احنا عندها ده صفية كاس عالك وانه الحالي والزمالك وال يعني ما عندناش تخطيط اللي جاي للأسف احنا ما عندناش تخطيط وواحنا على طول بنسمع ما عندناش تخطيط دي بقى يعني انا من ساعة لان احنا ما طلعناش كوادر جديد يعني احنا ما عندناش في الرياضة المصرية كوادر جديد كل الاسمائي اللي بنسمع عنها دلوقتي هي هي اللي موجودة بقالها سنين كتيرة في كرة القدم ايه الاسم الجديد دخل مجال كرة القدم او مجال تخطيط الرياضي او مجال الرياضة في مصر اسم جديد يقدر ينقل الرياضة المصرية لللي احنا عايزين او للمقمول للكرة المصرية هي هي الاسامي اللي موجودة من فترة كبيرة جدا تغيب شوية بيخش اشخاص اشخاص نيابة عن اشخاص لكن هي هي الاشخاص موجودين هم هم اللي موجودين مفيش جديد طيب خلينا ارجع لمطش الجونة نتكلم في الكرة القريبة عشان يبدو انه البعيد ده مش مكتوب صعب صعب نتكلم فيه نتكلم في مطش الجونة ونتكلم في مطش اسوان كمان المحطتين الاخيلتين في الدوري بس تسمح لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل درداشة وكلام مع كابتن اهاب المصري في السادسة